أعرب وزير الاتصالات عمر طلعت عن تطلعه لتعزيز تعاون بين مصر ولاتفيا في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك وخلال لقائه سفير لاتفيا في مصر أنجلس إبوازنس أشار الوزير إلى أن مصر تعد من أبرز المقاصد العالمية لإقامة مراكز التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من جانبه أثناء سفير لاتفيا على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في القاهرة في شهر يونيو الماضي وكدان على اهتمام لاتفيا بتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجال الاتصالات